المنافسة السنة دي وزي كل سنة صعبة بس السنة دي هتبقى أصعب فخلينا نتكلم شوية عن البطولة دي ونتكلم شوية عن النتائج وزي ما حرقكم شايفين كده على الشاشة يعني الجولة التانية في دور المجموعات اتلعب منها مطش الأهلي والهلال في السودان التعادل السلبي ونتيجة تعتبر مقبولة للأهلي طبقا للظروف واتكلمنا في الجزئية دي مبارح يعني والإيجاد الكبير ولسه ده فيه جهد كبير جاي بس إن شاء الله الناس حيقدروا يتعاملوا مع الإيجاد ده بالتحديد الجهاز الفهني والطبي والتأهيلي واللعيبة إن شاء الله بإذن الله دي كانت في المجموعة الأولى مبارحة الأهلي والهلال ومجموعة الأولى بالمناسبة كان فيها ماريخ وصان دونز التعادل السلبي المجموعة الثانية كان فيه مطشين الرجاء كسب وفاكستيف واحد سفر وحرية كونكري خسر من أمازولو واحد سفر المجموعة كمان التالتة أو الرابعة كان فيها مطش الوداد مع بيترو أتليتكو بيترو أتليتكو فاز اتنين واحد عشان يخطوا خطوة كبيرة نحو التأهل بصراحة بعد ما تعادلوا مع الزمالك هنا في القاهرة واحد أو اتنين اتنين فبالتالي عندهم أربع نقاط بقوا متصدرين المجموعة ففرصهم بقت أكبر وبقى المنافسة هتبقى محتدمة جدا جدا ما بين الوداد والزمالك أكيبنا نتمنى كل التوفيق لكل الأندية المصرية ولهم طبعا النادي اللي أهلي كمان المجموعة الثالثة كان فيه مطش النجم الساحلي مع جوانينج جالكسي انتهى بالتعادل الإيجابي واحد واحد الزمالك تعادل مع زجرادة الأنجولي سفر سفر هناك والزمالك كان ممكن يكسب وبرضو الفريق الأنجولي ضيع أكتر من فرصة والترجي التونسي تعادل مع شباب بلوزداد واحد واحد فبالتالي شايفين النتائج عاملة ازاي؟ نتائج كلها قريبة ما فيش حد يعني واضح انه هو قوي جدا وأنا كمان بقول لحضراتكم انه أقوى فريق في كل الناس دي هو النادي الأهلي من غير مبلغة أقوى قايمة في كل الفرق دي هو النادي الأهلي اللي مؤثر بس على الاهلي الإجهات فخلينا كده مع الفرقة واحدة واحدة بغاية ان شاء الله بإذن الله ما الهدف يتحق تعالوا بقى نشوف ايه؟ ترتيب المجموعات المجموعة الأولى اللي احنا فيها النادي الأهلي سانداونز متصدر لعب مطش زيادة عن النادي الأهلي لأن احنا اتأجلنا مطش المريخ الأولاني عشان كنا في كاس العالم فسانداونز عنده أربع نقاط الأهلي عنده نقطة من مطش وحيد والمريخ عنده نقطة من مطش وحيد لما لعب قدام سانداونز هنا في القاهرة وتعادل سلبي والمريخ عنده نقطة أو عفوا الهلال عنده نقطة من مطشين فرصنا كبيرة بإذن الله واحد أحد ليه؟ لأن انت عندك الثلاث مطشات اللي جايين على ملعبك هتلعب مع سانداونز يوم السبت وبعدين مطشين المريخ في مصر احنا عارفين ظروف المريخ والموضوع الملعب وطبعا أشقائنا السودانيين يعني لهم كل الترحاب والاستضافة الكبيرة جدا واللي تليق بيهم طبعا فبالتالي هتلعب الثلاث مطشات دول تكسب الثلاثة بإذن الله مطش سانداونز الأول مطش صعب جدا تاخد الثلاث نقاط في مطشين المريخ مش بقول النساء اللي نحن نكسب بس انت لو كسبت الثلاثة دول انت خلاص صعب الرسمي يبقى عندك ايه عشر نقاط فهيبقى لك مطش بس سانداونز بره مش هتبقى محتاج منه حاجة بس ان شاء الله برضو تكسب احنا دايما طمعين في الفوزيا وهيبقى عندك كمان الهلال هنا يعني فالأمور هتبقى بالنسبة لك بإذن الله سهلة تقدر تتخط خلينا نروح للمجموعة التانية المجموعة التانية زي ما حراركم شايفين كده الرجاء متصدر بستة نقاط امازولو ثلاث نقاط وفاق ستيف ثلاثة وحرية كونكري ولا نقطة المنافسة واضح انها دلوقتي الرجاء يعني بيقرب وانا بقول له حالكم بشكل مباكل لان المواضيع مش محتاجة كلام كتير من نفسها هتبقى على المركز التاني او المركز الاول اي ان كان بين امازولو وفاق ستيف لاني نفس الرصيد من النقاط حرية بيبعد رغم ان ما فيش حاجة بعيد في كرة القدم وكل شيء وارد المجموعة التالت الترجي التونسي متصدر برصيد اربع نقاط شباب بلوزداد نقطتين النجم الساحلي نقطتين هنا من نفسة قوية جدا ما بين الرباعي كمان لان جوانينج جالكسي البتسواني عنده نقطة فلسه في كلام في المجموعة دي كتير جدا ومجميع القوية لكن الاقوى مجموعة هي اللي فيها النادي الاهلي في الحقيقة والمجموعة الاخيرة ما بين بيترو اتليتكو الانجولي اللي خلاص يعني عنده اربع نقاط من مطشين مطش بره ملعبه مع الزماية وفاز على الوداد ودي تعتبر مفاجأة الوداد فريق كبير فاز في انجولا اتنين واحد وبالتالي هو متصدر اربع نقاط المنافسة هتبقى قوية جدا ما بين الوداد اللي عنده تلاتة والزمالك اللي عنده اتنين والزمالك لسه في الصورة بس المهمة صعبة لإذن المطشات اللي جاية يعني عنده مطشين وراء بعض مع الوداد في كازابلانكا وفي القاهرة وبعد كده هتروح تلعد بيترو اتليتكو هناك في انجولي فمهمة الزمالك صعبة اخر مطش مع زاجرادا الانجولي برضو هيكون في القاهرة فالامور هتبقى سهلة لكن اكيد بنتمنى التوفيق للجميع بس المهمة اصبحت صعبة شوية بالنسبة لنادي الزمالك ده فيما يتعلق بكل مجميع دوري ابطال افريقيا بعد انتهاء الجولة التانية واللي همنا طبعا بالتحديد الاهلي ان شاء الله الاهلي يكون موفق في كل مبارياته اللي جاية رغم ضغط المطشاط عندنا مطش بعد بكرة مع المقصة في الدوري والدوري بطولة مهمة اوى بالنسبة لك في تقطاع السنة اللي فاتت يعني مهمة اوى ان انت باذن الله السنة دي تاخدها يعني ماشين كويس اوي سبع مطشاط ستة فوز تعادل وحيد اداء كان كويس اوي فان شاء الله المسيرة تستكمل رغم الصعوبات والاجهاد وكل هذه الامور لكن الاهلي قادر يتعامل مع كل هذه الظروف لانهو متعود على مثل هذه العقبة خلينا نروح بعد الفصل نرجع نتكلم في بعض الامور الاخرى اللي بتتعلق باخر اخبار خاصة بالاهلي على السوشال ميديا ونعلق عليها بشكل مفصل ووضع لحرارتكم كل الجديد والكل اللي حرارتكم بتبقوا عايزين تعرفوا بعد الفصل اشتركوا في القناة شكرا